كيف استطاعت البشرية القضاء على الوباء الأكثر فتكاً في التاريخ؟ خلوكم معين وباء الجدري أصاب الفراعنة واجتح الامبراطورية اليونانية والرومانية مر على الجزيرة العربية واستقر في ربا كان يقتل سنوياً في أوروبا ما بين 400 ألف إنسان إلى 500 ألف هذا الوباء ما كان يفرق من غني وفقير حتى أنه قتل خمسة من ملوكها بجموع ضحايا هذا الوباء فاق جميع الحروب العالمية على الكرة الأرضية استمر هذا الوباء حتى نهاية القرن الثامن عشر كان هناك طبيب إنجليزي يدعى إدوارد جينر في عام 1796 ميلادي لاحظ هذا الدكتور أنه جرتهم العجوز ما طقت خبره للجدري ومبسوطة وعايشة حياتها سألها الدكتور ليش ما أصاب الجدري مع أنه أصاب كل الجيران وكل سكان البلدة قالت لأنا والله ما أدري دكتور لكن أنا أتعامل مع البقر وطيلة عمري أحلب البقر شك الدكتور في هذا الأمر وقال أن الجدري اللي يجي للبقر يعطي الإنسان مناعة قوية ومن هنا بدأت رحلة الطبيب طبيب ألا الدكتور احتاج هذا الطبيب إلى عينة من الفايروس اللي يصيب الأبقار واحتاج هذا الدكتور إلى متطوع بحيث يجري عليها الاختبار ولكن رفضت الحكومة تقول أن هذا الفايروس جاي من رب العالمين ولا يجوز التصدي له قرر الطبيب أن يحكم بها ابنه وعمره ثمان سنوات بعد ما ضحب ابنه بحيث أنه جرب عليه ظهر على ابنه بعض العراض الخفيفة مثل الطفح الجلدي والحمى وتشافى منها تماما بعد مرور شهرين أخذ عينة من شخص مصاب وحقم بها ابنه ولم يصيبه الجدري لأول مرة بالتاريخ وانتصرت البشرية على هذا الوباء الفتاك ومن هنا بدأ علم اللقاحات التطعيم اللي نعطي ابنانه في المستشفيات فهذه هي بدايته شكرا اشتركوا في القناة